أنا دلوقتي لو هتكلم قبل المباراة النهاردة وقيم المباراة اللي فاتت لعبت فيها كويس وفيه ماتشاط ما لعبتش فيها كويس بس الحمد لله ما خسرتش اتعدلت وكسبت بس في نفس الوقت كان فيه صعوبات في الفوز يعني مثلا أخذ مباراة مع السيراميكا لما أجي أتكلم أو مباراة سيراميكا يعني هو أنا ليه تعادلت مع السيراميكا يعني المباراة ليه برضو ما انتهيتش على طول ليه ما قدرتش أن أنا أحرز أهداف ليه كان فيه زي ما بتقال تضيع لبعض الفرص السهلة السهلة خليني أروح محضرتك لده برضو كابتنفتحي لو إحنا بنعمل ده هنا ما زالت هذه النقطة عندنا فيها مشكلة طب ما أتوقع أيه النهاردة مع بيرميدز ما برضو أنا عايز أتطمن كجماهير أنا بكلمني موجة نظر جماهير النادي الأهلي كجماهير النادي الأهلي لازم شوف اللعيب أو اللعيبة المدرب اللي معاهم أي مدرب عزيكسن ما فيش مدرب عزيكسن مباراة وأي لاعب عزيكسن لكن فيه التوفيق ممكن النهاردة ما فيش توفيق واللي أنا شايفه هل تقولي هل التوفيق في مباراة؟ ممكن في مباراة ممكن في فترة التوفيق غايب عن فرقة النادي الأهلي كانت 22 دي سنة يعني الصراحة هي منذ الكرة المصرية أنا كنت لسه بقول ده في الانترو بصراحة سنة وحشة يعني على الكرة وعلى النادي الأهلي لا يعني على النادي الأهلي وعلى الكرة المصرية عموما حاجة غريبة يعني سواء منتخبات أو سواء أندية يعني برضو نفس القصة دي فبالتالي الواحد لازم يبص ويعرف أن الفترة دي عدم توفيق للنادي الأهلي للعبته لأجهزته مش أجهزته يعني الإداري والمدرب لا بتحسي كده فيه فترة خمول وهبوط بتحصل بتحصل لأندية العالم كلها بس أنا رح أتكلم عني تحديدا وحاجة طويلة نطلع منها إن شاء الله وتكون البداية برمت نتمنى نتمنى عشر ديات أو عشرين تبقى مختلفة على الكرة وعلى النادي الأهلي أكيد بس عشان ده يحصل لازم برضو أننا لو عندي مشاكل أحلها النادي الأهلي بكلام كابتن مارسل كولر تحديدا ندير الفني طبعا في المؤترمات الصحفية اللي بتبقى لاحقة ليه المباريات بيتحدث دائما عن فكرة إهدار لبعض الفرص وده بحتربه جدا في المدير الفني اللي بيطلع يتكلم عنه فيه مشاكل معينة إهدار الفرص لو حصل النهاردة مع بيرميد هيبقى أمر أعتقد غير مقبول تماما من وجهة نظر حضرتك إزاي ممكن شكل المباراة يعني يكون وفي نفس الوقت إزاي أنا كفريق لو حضرتك مثلا مدير الفني إنك تقضي على قصة الفرص المغدرة اللي ممكن توصلنا النتائج تانية خالص هي نقطة برزدو عاوزين نركز فيها حتة المشاكل اللي عنده هي مش مشاكل إدارية أو مشاكل خاصة بالإدارة هل هي فنية مثلا؟ ها هي حاجات فنية للعبين إن اللعبين فقدانوا الكرة كرة القدم ما هي اللي إيه؟ إنك تمرر صح استقبل صح تنهي صح تفكر صح كل ده معنى إن أنا أفقد الكرة معنى إن أنا أبدي الكرة للخصم معنى إن أنا أبزل مجود تاني عشان أستخلص الكرة لأن المباراة بتتلعب بكرة واحدة الكرة واحدة دي هي اللي إحنا عايزين نجيبها جول فطول ما هي معاي الكرة مفيش خطورة علي يعني الخصم مش هي درهم الحاجة لأنها كرة معاي فإزاي أنا أحافظ على الكرة دي إلي أنا أنهيها في المرمى هنا بيقى الفقرة أو الحتة الضعف أو الحتة اللي أنا شايفها في فرقة الناد الأهلي فقدان الكرة بسهولة باستخلصها أيها بالحماس وبالروح وبعدين بفقدها بتفقدها خلاص مش هتجيب جول ما أنت هتجيب جول بالكرة معنى إنك تفقد الكرة يبقى بتشكل خطورة على فرقتك لأنه هما بالكرة دي ممكن زي ما بنقول المباراة بتلعب بكرة واحدة فقط في الملعب فلابد الحفاظ على الكرة يبقى الحفاظ على الاستلام إن أنا مرر صح وإن أنا استلم صح مين اللي بيمرر اللاعب لازم يكون عنده التركيز مين اللي بيستقبل اللاعب لازم يكون عنده أقبقة والتركيز إن هو برضو يستقبل ثم إنهاء الهجمة عدم التصرع التصرع مش السربعة لأن في ناس لازم يكون فيه سرعة الأداء وليس التصرع في الأداء فرق بالتنين النازل الأهلي بيبقى نازل عايز يلعب بسرعة عايز يلعب بأداء عايز ينهي المباراة فبيختلط بين السرعة والتصرع التصرع إننا نفقد الكرة التصرع يعني إننا بتحرك بدون فكر السرعة إننا بتحرك بفكر يعني حلعب الكرة بسرعة يبقى حلعب فيها دق يبقى زند فيهاك أما أنا لو ما لعبت الكرة بالتصرع فأنا حفقد الكرة لأنها لعبت بلد بنشوفها حالات التصرع من بعض اللعيبة دي كتير 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 فيه تصرع كتير